عودة مجددة لكم كوتش عبدالله معاكم تركيزك على الميزان وعلى الوزن أهم ولا أن تشوف صحتك وعافيتك مع نزول وزن أفضل أغلب الناس للأسف يركز على الميزان يعني مو توا هذا الموضوع من سنين ونحن نشوف الميزان فقط نشوف كثير وزني نزل أبي أنزل 15 كيلو 20 كيلو بأسرع وقت ممكن ومو مهم ما أنا المهم بس أنزل في ناس للأسف عندهم يعني بعض الناس هذا التفكير تعود تعود أن هذا الطريقة المثلة أن أنا أنزل وسوي أي شيء عشان أنزل فأنت تلجأ إلى دايت القاسي وهذا شيء ممكن يخليك تنزل نزول كبير أو تلجأ إلى العمليات وأيضا يخليك تنزل نزول كبير مو بس تنزل 10-15 يمكن تنزل وائد في ناس يعني اللي خنقل هو عرضة للسمنة الكبيرة ويسوي دايت قاسي أو يسوي عملية رح ينزل نزول وايد قوي ولكن للأسف هذا النزول يعني أغلبها رح يكون صحة وقوة وعافية لأن أنت رح تنزل كتلة عضلية لما أنت كان وزنك عالي حتى لو أنت يعني ما عندك اللياقة والقوة ولكن كنت بتعافي تشيل أو زان ما عندك أي مشكلة فإحنا تبرمجنا لسنين طويلة أنه أنت مقياسك للصحة هو نزول الوزن الميزان تشوف الميزان إذا كنت أنت خنقل 120 ونزلت إلى تحت الأمية خلاص يعني أنت هذا هذا الجسم النجاح في نزول الوزن فاللي بقوله لك ركز أن أنت تهتم في عافية ركز أنك تهتم في عضلاتك الكتلة العضلية لما أنت تزيد كتلة العضلية رح يزيد عندك معدل الأيض والحرق وهذا الشيء رح يؤدي لأنك تحرق دهون في فرق كبير أنك أنت تحرق دهون وأنك تنزل وزن لأن اللزول الوزن أنت رح تنزل كل شيء واحتمال كبير أنك تنزل عضلات وايد فأنت تشوف نفسك ضعيف إذا سويت داية قاسية ونزلت وايد يعني بخي نقول قعد تاكل فقط 800 كالوري في ناسي للأسف 500 كالوري ما يعكلون كلش فينزل وزنك بش شنو يصير فيك تنهار مزاجك يتعفس كل عصبي كل متشنج مو مركز غير شدي قوتك قاعد تنهار لياغتك قاعد تضعف رح تدش في مرحلة يسمونها سوكروبينيا سوكروبينيا هذه المرحلة يعني ما بعد ضمور العضلات والضعف العضلات عندك تدش في مرحلة أن المزاج عندك يتعفس طريقة تفكيرك تتعفس التركيز عندك النفسية واي تعبانة وراح يأثر على حياتك وعلى حياتك أو المحيط اللي حاوليك وتعاملك مع الناس تعاملك مع أمور الحياة هذه رح تنعفز عندك بشكل مو طبيعي لذلك أغلب الناس اللي يسوي دايت قاسي جدا أو يسوي عملية تكبين ما يركز على موضوع لازم يحافظ على كتلة العضلية أو أصلا مو ببالة الموضوع لذلك أنا أريد أن أصل لك أنه صح يمكن أنت بالميزان تضعف خمسة كيلو مثلا خلال شهر ترى وايد زين إذا خصوصا أنك حافظت على الكتلة العضلية أو بنات كتلة العضلية حتى لو نزلت ثلاثة كيلو ولكن نزلت كيلو كيلوين عضل ونزلت خمسة كيلو دهون وشوفت الميزان فقط ثلاثة كيلو نزول أنت لبسك رح يتغير نفسيتك رح تتعدل لياقتك رح تتحسن معدل حرق صار عندك أفضل جسمك شكله أحلى يعني أنت لازم مثل ما بنيت فترة طويلة السمنة ونسبة الدهون لازم نحيني شوي شوي تبني وتخلي عندك موضوع بناء العضلي مهم جدا لا تتخلى عن موضوع بناء العضلي لأنه هو اللي يعطيك القوة والعافية ويخليك تستمر ليجي الدام بصحة فلا تركز على فقط الميزان ركز على كله كامل بناء العضلي حرق الدهون حرق الدهون يعني أنت أثناء التمرين يمكن تتمرن وتحرق سعرات حرارية تستخدم الدهون على اساس أنها فيول عشان تحرق ولكن أيضا أكلك يحتاج أن تضبط الأكل عشان تنزل دهون تحتاج أنك تضبط الأكل تركز على تقليل السعرات الحرارية أو تاكل السعرات الحرارية اللازمة اللي تخليك تحرق دهون أكثر بناء عضلات حرق الدهون هذا اللي لازم يتركز عليه مو تركز على الميزان فقط الميزان موضوعه مو الأساسي لا تخلي الموضوع تبرمج نحن سنين على موضوع الميزان فقط أني أصعد الميزان وللأسف فيه ناس يقول لي والله أنا متحبط ما نزلت وخلاص يلوم الكوش ويلوم الدنيا وكل هذا ويخرب الدنيا وكل شيء لذلك ركز على شغلتين مهمين حرق الدهون وبناء العضلات ترجمة نانسي قنقر